حشان محمار ومنغوشتك ومنحبت الكروبين خارجي من اللوم الجاجة معمرة بالفواكه البحر هانتوما والفيرميسي كجي رائعة شاك بريوش عجل نهب البطاطا مرحبت هذا مرحبت هذه الفريت بحضر المطاعم كيف تأتي؟ هذه المطاعم تماما كنتم تقول لها بحلقة كنتم تقول لها بقية السلام عليكم يا أحلى متشتدعين كبيرين لما عليكم تبدأ تكونوا بخير وبخيرا بصحة جيدة ويلقاكم في هذا الفيديو بالصحة والراحة وطول عمر وبهاشمج من نيتو لم يكن كليين وقمت بتحديد متشوكة في البلدان تأتي بشراحة هذا المنزل وحلى ذكر لا شيء أسعى هذا المنزل أرعد التأكل ننزل نصل إلى تلاجة وأنتم معكم السراء سأقوم بشكل مكان لقد نتحلها وحيث أن نلونسيها اليوم نضيف الغذاق نضيف الغذاق نضيف الغذاق نضيف الغذاق نضيف الغذاق بسم الله نبدأ بالجاجة المعمرة بفواكه هذا البحر كنا نأخذه معلقة صغيرة سكينجبير ومعلقة صغيرة خرقوم ونصف معلقة صغيرة البزار ومعلقة صغيرة قصبر ليابس وربعة الفصوص ثومة بالنسبة للمقادير سنجدهم لكم في أول تعليق وفي صندوق الوصف القصبر المعدنوس وهنا لم يكن لديه الهريسة أخذت هذه الهريسة المجفافة التي جاءتني من عطرية واجزة زوين ماداق يبحل يبحل الهريسة سنأخذ واحد المعلقة تكون صغيرة وعامرة لعطرية الجاج اختيارية اللي لم يكن لديكم وضامد زعفران وهذا الحامض المسير اللي صبتوا معكم على قبل عيد كبيرها وكندير منه جامعة للسل وبقي عندي سطلع لقدو هذه الحامضة مماين يعني ديروا الحامض المسير بكل شي لها لا تخافوش منها ديروا بكل شي لها حتى نشارك معكم الحامض آخر ما زال ندوزو به الصيف إن شاء الله هنا سنأخذ عصير حامضة وكيف ما قد لكم بالنسبة للعطرية ديالة الجاج اللي كانت عندكم ديروها اللي ما كانت عندكم بلما تديروها ولكنك الجيزوية صراحة هنا سنأخذ هذه الجاجة تقريباً فيها 1.5 كيلو سنأخذها السل ديالها باش ندخل العطرية وبالنسبة للسمن ما غادش نديروا السمن حيث سنديروا الحوت يعني بمذاق الحوت هذه الجاجة كجيزوية ما بين مذاق ديالها رائع شي حاجة اللي لديدة كنشرمل هذه الجاجة ونخلي شوية الشرمولة هنا سنأخذ نص ديالك الشرمولة حيث ترادرت تباركلها العطرية نزيدوا على القصبر المعدنوس وزويتها وبنسبة الملحة راني تقريباً بحلي نسيتها جيت نشوف فيديو ورقيت نسيتها ودروري أنكم ديروا الملحة هنا سنشرمل هذه الشرمولة غير شوية ونزيدوا عليها فواكه البحر ليس كمية كبيرة يعني لو كانت جاجة كبيرة سنأخذ فواكه البحر كثير كانت لدينا جاجة متوسطة سنأخذها غير شوية هنا هاد الفواكه البحر قبل أن نشرمل هذه الشرمولة نطيبها أخذت مئة جرام شعريات الفيرميسين خويت عليها المسخون غليان وخليتها تقريباً على خمسة دقيقة صفيت وقطعتها ونزيدها من فوق فواكه البحر ونزيد الزيتون ونطفل البوطة صافي كيفما تزيد الزيتون ونطفل البوطة وحيدوا هاد الشرمولة سقطروها من هاد الفواكه سقطروها من هاد الفواكه أنا جاءت هي ناشفة كنأخذ هاد الجاجة كنحاول أن نعمرها مزيان 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 كنحاول شرمولة اللي مدق ديالها رائع رائع ومنقوش لكوب كانت خاصة الهريسة ولكن عدقت الموقف بين ديك الهريسة ديالت المجفافة نصيحة هنا غادي تأخذوا وغا تخيطوها الجاجة ضروري لما خيطتوها غا تخرج ديكو من حشوة غا نقول هالي يكبر هنا هاتو غا خيطوها بزيان وغا تكون نقية ديالت بعدما خيطتها مزيان جاجة وعمرتها مزيان سنأخذوا شرمولة واحد شرمولة ومزيان ونضيروها في هاتو نيجرة ونضيرو الجاجة ديالتنا تشحر مزيان مزيان ضروري انها تشحر في اللول غير بالماء وهاديك توابئ اللي ذرنا ما تديروش الزيت حسنا نقول لكم وقتش ديرو الزيت مره مره كنقلبها على ظهرها على هذاك باش دخل معها الشرمولة وجينا بنينا هو الجاج رشيتو نهار قبل يعني مشيين نفس النهار من الأحسن اللي بغيتوا الجاجة يجيكم مزوين ومقاصحش خوضوه نهار قبل وغسلوه وديروه في تلاجة كنا ناخد بصلة كبيرة اوجوش بصلات متوسطين ونص كاس دير الزيت حسنا الكاس إلا وربع دير الزيت متخلط ما بين الزيت العادية وزيت البلدية يعني الروميو البلدية كاس إلا وربع بحالها كديرو دير الزيت بعد ما دلنا البصلة والزيت سدينا عليها بحالها كباك الغلايقة وخليناها تشحر مزيان تحتاج لكم هذه البصلة بنت لكم شحرات مع الدجاج سنخذ المدافئ ونغطيها نحاول ندلها النص ديالة ونخلوها طيبة مرة مرة نقلبوها على صدرها على كتفها حتى طيبينة الدجاجة ونصبوا الفريز فتأخذوا بطاطا الحمراء ونضيفوها تسلق غير طلع فيها الزيت غير طلع فيها الزيت طلع فيها الزيت وحيلوها وصفيوها ونكمل معكم مراحة هذه البطاطا الحمراء القليان غير طلعات الزيت طفيت عليها صفيتها ونستطيع عليها لمبارد لولو خليناها تبرد مزيان وتسقطر من الماء وعادي مكلينا ندلو لها نصف كازة الدقيق الابيض أو نصف كازة النشاء لكم الاختيار وانا جدرت الدقيق الابيض سنغربها من هذه الدقيق ونضيفوها على جانب ونضيفوها بمعكون بريوجيا البطاطا كتأخذوا جوج بطاطات متوسطين أو ثلاثة بطاطات صغار وهذه المتوسطين لا يكونوا كبار سلقتهم وخليتهم حتى بردوا هادي نزيد عليهم كاس ديال السكر وجوج صاشي دلفاني وغادي نزيد عليهم كاس ديال زيت كاس ديال زيت وجوج بطاطات مسلوقين وجوج صاشي دلفاني وبيضاء واحدة كاملة رشة ديال ملح ونصف اللتر ديال الحليب غاين ندفيوه غاين نصخنوه غاين ندفيوه غاين نطحنوه غاين نزيدوه معلقة كبيرة خميرة فورية تقريبا عشر قرام مدوبة في شوية الحليب او شوية دلمة نقصو من نصف اللتر نقصو من شوية دل الحليب وديروه في هذه الخميرة وغاين ناخدوه الدقيق ونزيدوه تدريجيا بشوية بشوية عليكم بالنسبة للعجينة حيث فيها البطاطا وفيها الحليب غاين تكون تلصق ولكن خودوا مع هالخاطر بشوية عليكم ضروري خاصة تكون تلصق لما كانت تلصق هالعجينة ودرنا لها الدقيق بزاف بزاف غاين نزويناش غاين نزويناش غاين نتاقصة غاين نتاقضو نصف خميرة يعني معلقة صغيرة خميرة ديال حلوة قدرتها وبالنسبة للدقيق قدرت لها تقريبا كيلو دل دقيق قدرت زيدوه بشوي بشوي حتى نجمع لكم هدا هو القوام ديالك تكون تلصق واخدت تلصق لكم ما حاينو من غير تكتولى دل دقيق الابيض وخلوه تخمر دهنو بشوي دهزيت ونخلوه تخمر وندوزو للجاج الجاج هنران باش غنعرفوه وطاب من العنق دياله هنا رقليت لذيك العنيق دياله خصبوا لي تفرشت هذه العنق لعيني الحيمات اللي في العنق طابوا سوف ينحيدوهم هنا بانت ليا شوية ديالت الحشوة خرجات في المارق شديت وصفيت هاد المارق صفيتوا عادي مكلين ديروا عليه جوج بصلات كبار او ثلاثة البصلات كبار لكم الاختيار ونزيدو عليها الكبدة ديال الجاج وعنيق ديالها الجاجة وهذا كل بخيدات ماشي بخيدات جوير حات ونخلهو بطيبو بزيان بزيان محتاع العافية متوسطة ضروري وناخذ الجاجة ديالتنا ندهنوها بالمايوناز وشوية ديال الزيت وندهنوها بالكيتشوب بالزبدة المطارد لكم الاختيار هادي كشي اللي عندكم جبدوه ودهنو الهريسة اللي حتي يدهنوها مخلطة مع شوية ديال الزيت وتحميرها ونقليها في القلاية يعني نحمرها في القلاية لمساند رسمي ديالي صراحة القلاية كانت ندفع بزاب حلو كنحمرو بها الجاجة نطيبو فيها الجاجة نطيبو فيها مريقة ودرتها على مئتين دراجة ونخلوها الطيبة هنا دغيية تحميرها من هذا الجانب سنقلبو على الجانب الاخر تقريبا مدة 11 دقيقة خرجتها الدجاجة تحميرها يبقى لكم انتم تحميرها غير في الفران تتخنوهم زيان ضروري انكم تتخنوا الفران اللي كان الفران بارد ودرته الدجاجة سنتشف ليكم ملاحظة هنا را كنصوب نطيب هنا ونطيب هنا غير الفيديو كنقاددو لكم لكي لا يأتي بخربة هذه الدغمية تنسى في وجهات هناك دغمرة ونطيبها ونطيب الحوت ونطيبها لديها الكروفة هذه تأتي رائعة حمراء تبقى غير زويتة ونطيب الفريط الفريط جاءت ألد ما يكون ونطيبك تبرد تبقى محافظة لها ونطيبك تشعر بالزيت حيث هذه الدقيقة التي قمنا بها يحمي الفريط سخنت زويتة مزيان ونطيبها لا تكون لا تكون مزيانة سوف نحيدها رأيها يجبها ونطيبها مطاعم الكبرى لأنها تزويسة كل شيء سمع 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 بطاطا سمع 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 بطاطات حتى سمع 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 عصير حامضة جزوين مع الباربة شوية الملحة والبزار الملحة والبزار و عصير حامضة و معلقة كبيرة المايونيز والباربة والتفاح سوف نفرش فيهم الخص أو تقطع الخص و نضع هذه الصلاة في الطبق تقديم ولكن تجيب بديدة يمكن أن نزيد عليها شوية القرقع يمكن أن نزيد عليها قطع الفرماج حتى ما جزوينين معها الابوكا يمكن أن نزيد مكونات تفاح والباربة سوف نضع الكيك لكيكة موجودة تأخذ بيضة واحدة كيكة اقتصادية نصف كاز السكر و نخلط خالد جيدا مع رشد الملح ثم نضع السكر و البيض سوف نضع نصف كاز الحليب لكم الاختيار نخلط خالد جيدا و نزيد عليها نصف كاز الزيت غير هذه اللقطة مشاتلية ضروري أنكم تضعوا الزيت و معرفة ما شدرت الزيت لنسيته لكم صراحة مع قلش ثم تضعوا نصف كاز الزيت حليب الشواله تضعوا نصف كاز اللبول دقيق الأبيض و ساشي معلقة كبيرة و معلقة كبيرة و معلقة كبيرة و معلقة كوك لكيكة تضعوا الكوك تضعوا معلقة صغيرة تضعوا كيكة خمارة و نصف نصف الخمارة من البريوش و بالنسبة للدقيق ستأخذ لكم تقريبا واحد جوش كيسان و الكاس الثاني ستضعوا بشوية بشوية حتى تجمع لكم يعني القوام هو هذا تقريبا جوش كيسان هنا سنضعوا معلقة كبيرة الخل و نعود أن نخلطهم جيدا لكيكة مفشفشة و ندخله الفران بارد أو اللي كان دل الضو و سخنوه مسبقا على 180 درجة شعلا على غير ملتحت و خلوا حسات الطيب مزيان يعني غير الطيب بل لكم تنفخاته و نشفة تخرجوها تعمت أنني نخلى اللقطة الأولى باش عارفوا أن الفريت و خيبر ذات باقى كتقرمش و ملوات الوارب هذه الحقيقة تبنى أنكم تجربوا هالطريقة الفريت قد أعجبكم بزات كنا نأخذ الدجاجة نحطوها بعدما سخنتها في القلايا و الضغميرة حتى سخنتها و زيتت عليها الزيتون المسلالة أو زيتون الحمر لكم الإختيار طيب ذلك الزيتون في غليان يعني طيبوه باش تحيد منه الملحة ما تبقاش فيه الملحة و ندروه في ذلك الزويتة و زيت و جينا ملماعين بحال دي العناسات و بحالك يدروه الزيتون في ذلك الزويتة اللي كتكون في الضغميرة و غد نقدموه و نتمنى لها الغذية و الصيف يتنال إعجاب ديالكم و تديروها نهار لحد أو تديروها غدة إن شاء الله و تفكروا السيمو كونوت و كورسيمو هذا هو أما أشكال أطباق ديودة و باقي الأطباق الثاني الحلوة و باقي مفاجأة شوفوا الزويتينات إذا ما فش غير نفكركم أنا فراسي نسيت راسي في اللايكات لا يخلي لكم بصيحتكم و يطول في عمركم و أنا عارفهم كيف يخلوني اللايكات و كيف يشجعوني و أتربي يخلي لكم بصيحتكم و كيف نبغيكم بزافة عائلتي فكرتكم تتغدوه بعادة بدأت عزيولي ق Rückgang قل عيناا قتهناة في الصالون قل الجنسيقه ها نتوى بدأه سرطي جارة عائل شفخهwa حماره و منتجوى جليا قربت الدي صلاة و الفريص فالناخュب لابد جارة و هناagaية جاجعة multiple جاء مأكلة من بزيارة و ع Servوول شعريها التي لا تن estructura ، نتضر 누 something شوفو شفو جاجا estamoscedes بذلك طيبة نتغذي ورجع معكم السلك معكم بريوس والكيكا بعد ما تغذيتوا مباشرة نط نصب معكم الكيكا تأخذوا لتر دي الحليب يعني لتر دي الحليب جوج فلو دي الفاني بالسكر ديالهم يمكن لكم ديروا غير فلو العادي ديال دير هامونوس ديال فاني وتزيدوا ستة المعالق ديال السكر أما هذا في السكر سنأخذ ثلاثة المعالق كبار ديال داقي الأبيض أو ثلاثة المعالق كبار ديال إنشاء لكم الاختيار وعندما تأخذ هذه الطرطة زوينة وبنينة سنزيدوا ياغورت طبيعي بدون سكر أو ياغورت الفانيلا لكم الاختيار أو كاس الكريمة هذا الشيء اللي عندكم تأخذوه سنحركهم جيدا على البارد سنحركهم من فوق البوطة سنحرك لكم الكريمة بذات اتقال وبذات جالب تفعلها على عافية متوسطة لا تحركوش من حدها مباشرة سنخويها في الخلاط الكهربائي أو الطحنه بالميكسر هذا الخلاط الكهربائي أو الطحنة من الججاج يعني لا تخاف عليها الطرطة قد تأخذوا علبة بيسكويدر الكوك وهذا المعروف المغرب بيسكويدر مونس يعني 85 جرام بيسكويدرنا نخلطوهم مزيان 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 ونخبوهم على الكيكة مباشرة اللي بعد ما بردت أو سخونة لكم الاختيار لا تتسقيوها ولا والو أصلا هالكريمة ساقي راسة براسة نخلوها حتى تبرد مزيان عاد يمكننا ندخلوها تلاجة ندوزوا العجينة ديال البريوش اللي ببطاطا اللي شاركتوا معكم وانكم تكونوا لسيت وراباك نساعد فيه ولكن خلصها تخمر مزيان وليتضاع الحجم ديالها باش متجيناش هاد البريوش متقص بالعكس يجينزوين كناخد شويدر السيت على هالطريقة وكنشكل قريسات حاولو انكم وخي تلصقو لكم باتخافوش منو ما شكلو وحطوه شكلو وحطوه ما ديروا في بالكم ينوالوا عجينة تعلمو فيها وصف شكلو وحطوه بعد ما شكلتم كاملين كناخد شويدر السيت وكنحاول ان نكورو من هالطريقة بغايتو تخلوهم قريسات بحالو كال او تشكلوهم بحال الشهدة او تعمروهم بحلقة عدر الشوكولات لكم اختيار بغايتو انا خليتو بحال هكا غادي جو بنان 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 ونقوش لكم حد البنة فيهم خطيرة انا خليتها تستيركل عرفتو هذيك المربع بغايت نديرها بحال الشهدة بحال هكا بغايتها عجباتني وعاود قرصهم شوية وغادي ندهنهم ببيضة كابلة مع شوية ذي الفاني او شوية ذي الخل اللي كان عادكم الخل ديرو اللي كان عادكم الخل ديرو فاني نخلو محتد ضاعف الحجم ديالهم ورجعو ليه هذه الماعدة لصبح والمشكلة هي نحب أن نخسر بها الماعدة لم أكن اوضرها لي شديت خمشة بحيث ما قادت نخرج اللي يخرج ستعطل بزارة حانت ومشديت هذه الخمشة هذي ندري احسكتها وهذا نحب بها بحال هكا ساقي نحبها بحال هكا حتى نخرج من شيء واحد بالنسبة للبريوش هلاء اوك يرتاح يعني كيخمر الوقت اللي يخمر ليه البريوش قلت عليس ما نخسر هذه الماعدة لديهم عبدالله هنا الخمرات تقريبا 1-15 دقيقة والضعف الحجم ديالها سنعاود ندهنهم مازال بهذه البيضاء الكاملة وندخلون الفران سخون من فوق وملتات على 180 درجة بحالك حتى 200 درجة غير سندخلهم سنتفيع عليهم العافية من فوق ونجعل العافية متوسطة عليهم ملتحت حتى يبقوا لي يشدوا فراسهم سنشاعل عليهم ملتحت هنا الرشاة تعليم شوية جنجلة واخيرا نسالي كثير منهم هنا تشعب شجنون ومكفاة نيشة شبكة خصني نزيد شبكة آخر لديهم عائقات كاملين كان نفوحة بواطة خصلتهم حتى ما ينشفوا وبالنسبة للبريوشة نشوف في الهرطاب سوف نعلم شكل نهائي لديهم عاصر يعني كسكروب لماذا كنتم تغدوكم شئ تريني لديهم من تريني حتى نجعل كسكروب ونجمو بأعلى أصبت غدا نحطها معاكم كيف ما كنا نقول لكم بحالة سيركل هذا المربع أو هذا المدور ينفعوا في الكوزينة بزاف حاولوا انكم تاخدوهم مرة مرة تكون عندكم صايرة يفخوضوهم غير ينفعوكم انا بتأكد انا من الحال هذه كانوش عندي يمكن لكم ديرهم غير في اللاطة التحتانية ولكن اللي كان عندكم هذا من الأحسن ماشي ضروري هاتي تسركله كيف ما قلت لكم ماشي ضروري يمكن لكم ديرهم غير اللاطة العادية تلكيكا أو اللي متوفر عندكم ديبا اي حاجة لكم ماذا صوتهم غادي اندهنهم بشوية دلكم في تير او تخليهم بحال هاكا انا شوفوا هاي الشي سمت درالية خذيت غير هذه العصة ديانتها اخذيت غير هادي كدهانت بها وبصافي وغاد ندير ليهم شوية الكوك بالفوق اختياري كيف فقت لكم بغاش تديروا ليهم الكوك بالسائل يمثل لكم وغاد تديروا والو والو خلهم حال هكا اللي كيكا بعد ما دخلت غير تلاجة ماشي الفريقو غير تلاجة بردات ذوي السلابك الموس باش ما تخسرش ليهم الجواني بيالها غادي ناخد شوك لات تقريبا ميز قرام ذا الشوك لات دوبته غير بشوية للزيز وغاد نديرو من فوق هاد الطرطة بعد ما درت هاد الطرطة اختياري هاي الكشي اللي عندكم جبدوه وغاد تخليوا ترشوا وغاد تكاوكو محمر وغاد تديرو غير الشوكرات صوص كراميل ملفوق يعني اي حاجة عندكم انا كنحاول ان ننوع هذا الشي اللي عندي في كوزيناء كنجبدوه اي عندي شوية شوكرات درتوه عندي شوية الصوص كنديروه واهي طرطة ديالتنا يقولوا شارينا خليت هذه بردكيكة ومشي جبت النعناء حد ضرور النعناء وخصوصا في الصيف نفرض نشرب الحلب ومشي جبت النعناء جبت النعناء وغاد ننقيه كامل وغاد نحطه في حد البواطا أو في شميكون خليت اللاجع عمرت بريد ديالتين مش حار زياد زياد وخذيت حد العرام ودية اللعناء عفليو بردات عمالي كل شوكلاة أشياء عمالي شوكلاة لكن ضروري نقطع لكم الحلوة سوف نورلكم شكل نهائي لكم وهذا وكا سكروب ديالنا قبل أن نقطع لكم ضروري نشحها نراجع هذا هو كويس ديالتين وعندما يغيب ديالتين يكون سفونة لذلك كانت كويسة شرحة وهذا هو كا سكروب ديالنا مع كويس ديالتين ومع لممة العائلة والخوت والحباب شو بل حلوة كتجي شادة فراسها بالعكس كتجي بنينها منقوش لكم عليه هذا البريوش كتجي مفش فش وأنا غنقطع معاكم وغتشوفوا الطراوة اللي فيه وعلى جدنا ذلك المعالقة صغيرة ديال الخاميرة للحلوية هي اللي كتحافظ على البريوش وخي يبقى على بره تلتيني بربه ايام يبقى محافظ على طراوة ديالتين ويبرتش ليكم كيفاش يقولوني والله يتمسيت أحبابي قلبوني شي وديني وما فهمتوني هذه الحلوة شوفوا الكيك كيفاش يجي مرمبل وزوين بالنسبة للشوكولات ضروري أنه سيقصح لكم الفوق ويعدبكم في التقطع عادي هنا كتوركوا على البريوش كيرجع باش تعرفوا بأنه ناجح شوفوا ربحال بحل الزفداء رطب 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 مربوش ليكم حل كيكا ورا ما بحرقش ملتعة غير طيب مزيان ما بغناشي شي خطر خصنا طيبوهم مزيان والكيكا هي هذي في الصحورة نبقى مش مديرون الكذكورات نتمنى أنه هنا لإعجاب لكم ونتمنى النهار يدو استمعيها لإعجابكم وخصصا الشهوات يجبت معكم اليومة كيكا بلا مرحض روحيها شوف عينيكم لأنها كتجين زوينة بساف بساف رائعة رائعة بسم الله بارغو بنينا خليت لكم مرحة لباري نحن متسبعين تغذيكم بزاف وشبكنا على التعليقات زوينيك تخلو لي وعلى الدعم دياركم وتشجيع دياركم بسلام عليكم بسلام عليكم بسلام عليكم